بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة السابعة قضايا متنوعة في مجال التربية الخاصة ونتناول الدرس الخامس قضية استخدام التكنولوجيا مع فيات التربية الخاصة نتكلم هنا عن توظيف الحاسوب في مراحل بناء البرنامج التربوي الفردي ويمكن توظيف الحاسوب في جميع مراحل عملية بناء البرنامج التربوي الفردي للطالب كما هو واضح أمامنا في عملية التشخيص والتقييم هنا نستطيع استخدام بعض الاختبارات المحوسة وتخزين استجابات الفرد على الحاسوب لبناء قاعدة بيانات بنتائج على الاختبارات لتسهيل استخراجها عند الحاجة إضافة إلى ذلك ممكن نستخدم بجال التقييم الإعاقة العقلية وتشخيصها دائما في موضوع الفقرات ممكن أن تكون موجودة على الحاسوب في بعض الاختبارات أيضا التخطيط للبرنامج التربوي الفردي طبعا ذلك يكون بتخزين بيانات الطالب وخطة التربوية الفردية ومدى تقدم واستمرار تقدم في مرحلة المتابعة معززا ذلك بالرسومات والأشكال البيانية أيضا تنفيذ البرنامج التربوي الفردي وهنا نستطيع توظيف الحاسوب في تنفيذ البرنامج حيث أنه يتمتع بمراعاة الحاجات الفردية للفرد ذوي الإعاقة كما أنه يتمتع بخاصية التفاعل مع المستخدم كما تعلمون أنه يجتمل على مثيرات تطلب استجابة وتقديم تغذية الراجعة أيضا هذا كله من الطرق التي تشعر الطالب بالأمان لأنه يتعامل مع جهاز لا يقدم أي عقاب لا شك الآن لو نظرنا إلى القضايا القانونية والأخلاقية والأثار النفسية والاجتماعية للتكنولوجيا طبعا قضية استخدام التكنولوجيا في التربية الخاصة من القضايا الجدلية التي كثرت الحديث عنها واختلفت الآراء حولها من حيث اعتباراتها القانونية والأخلاقية وأثارها أيضا النفسية والاجتماعية نعم لا شك لو تكلمنا مثلا عن الأثار النفسية والاجتماعية للتكنولوجيا الحديثة على الأفراد ذوي الإعاقة نعم فهي تتمثل أثارها النفسية والاجتماعية في خفض التوتر والقلق النفسي وتحسين مفهوم الذات والإيجابية تقرير المصير الاستقلالية التفاعل والتعاون ممكن اللعب مع الأطفال أيضا الثقة بالنفس تحسين تقدير ذاته هذا كله يؤدي لقبول هذا الطفل واندماجه الاجتماعي ويسهل في تغيير اتجاهات المجتمع نحو الإعاقة لو تكلمنا الآن عن المشكلات التي تحول دون استخدام التكنولوجيا معذوي الإعاقة نعم هناك بعض المشكلات كما هو واضح أمامنا أول شيء المشكلات الفنية في الأدوات التكنولوجية الحديثة هذه من أمثلة عليها ممكن نتكلم أنه هناك تحديات تواجه صناعة الأدوات الناطقة الإلكترونية مثلا من خلال مثلا النص الآلي كيف أني أحول إلى نص طبيعي مفهوم مثلا تحديات ترميز الصوتي التنغيم للوعي الصوتي المحتوى الانفعالي للنص مثلا كيف أجيبه هذا المحتوى الانفعالي وهكذا أيضا حاجة الفرد ذوي الإعاقة للتدريب على استخدامه هذه أيضا من أهم المشكلات التي تحول دون استخدام التكنولوجيا مع ذوي الإعاقة أيضا نقص الموارد المالية الكافية الداعمة للبحوث العلمية وعمليات تطوير الأجهزة التكنولوجية أيضا تكلفة المعدات والبرمجات التكنولوجية أيضا نقص معلومات الأشخاص دوي الإعاقة المتعلقة بالتكنولوجيا المتوفرة ونقص خدمات الدعم المقدمة للأفراد دوي الإعاقة وأيضا محدات استخدام بعض الأدوات التكنولوجية مثلا يعني نستخدم استخدام الحاسوب لتدريب الشخص على المهمات البعيدة عن الموقف الحقيقي لكن هذا لا يوفر مساعدة كافية عندما يؤدي المتدربة المهمة في بدائل المجتمع وأيضا بدائل العمل والتعامل معها بشكل مباشر أيضا الاتجاهات السلبية نحو التكنولوجيا من قبل المعلمين والأهالي تكون أيضا اتجاهاتهم ممكن تكون سلبية نحو استخدامها أيضا نقص برامج التدريب للمعلمين بخصوص التكنولوجيا سواء قبل الخدمة أو بعد الخدمة أيضا عدم توافر قوانين ملزمة تتعلق بالتكنولوجيا المساندة لو تناولنا كيفية الأمور التي ممكننا نتصدى بها للمشكلات التي تحول دون استخدام التكنولوجيا مع ذو الإعاقة هنا يوجد أمامنا بعض هذه الأمور التي نتصدى لهذه المشكلات حتى لا نحول بين استخدام التكنولوجيا مع ذوي الإعاقة أول شيء اتباع خطوات حل المشكلة في التعامل مع مشكلات الفنية ويدوات التكنولوجية معروف خطوات حل المشكلة هي تحديد المشكلة ووضع حلول محتملة اختيار بديل ملائم ومحاولة الحل وإعادة التقييم وثم المتابعة أيضا توفير اقتصاص الاستجارة التكنولوجية لحل مشكلة نقص المعلومات بخصوص هذه التكنولوجيا مثل مثلا هذا الشخص يفيدنا بتكلفة الأجهزة آلية توفيرها بأقل تكلفة ممكنة أهميتها في الاستقلالية مدى الاستفاد منها سواء في المنزل أو في العمل أيضا فترة دوامها وبقاءها وأيضا من هذه الأمور التدريب على استخدام التكنولوجيا متعددة الوساط المحمولة لتطوير مهارات ذوي الإعاقة وأيضا تقديم الدعم المتواصل في هذه النقطة أيضا إجراء الدراسات العلمية حول التكنولوجيا المساندة وتمدى توظيفها من قبل ذوي الإعاقة أيضا إعادة النظر في برامج اعداد معلمية التربية الخاصة وتفعيل القوانين ذات العلاقة بالتكنولوجيا الخاصة بدوي الإعاقة وعقد دورات لذوي الإعاقة وسرهم لتوعيتهم بالتكنولوجيا المكيفة وأيضا اطلاع على التجارب العربية والعالمية في هذا المجال للاستفادة منها